أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن أجندة المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري تضمنت ثلاثة جلسات يتم خلالها طرح الرؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ويتحدث خلال جلسات المؤتمر مستثمرون محليون ودوليون لعرض الخبرات وقصص نجاحهم من أجل الاستفادة منها 54 شخصية من رواد مجتمع الأعمال العالمي سيلقون كلمات خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يستمر لثلاثة أيام في شرم الشيخ وهو ما سيعطي ثقلا للمؤتمر عبر تجارب هؤلاء الخبراء في مختلف قطاعات الاقتصاد ناجيف سويرس سيكون أبرز رجال الأعمال المصريين الذين سيلقون كلمة في المؤتمر بجانب محمد السويدي رئيس تحاد الصناعات وهاني سريدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق بالإضافة لرجل الأعمال أحمد هيكل الدكتور أحمد زويل سيعود إلى مصر خلال فترة المؤتمر ليلقي كلمة عن مستقبل مصر وهو ما سيفعله أيضا محمد العريان المصري الذي حقق نجاحات كبيرة في مجتمع الأعمال الأمريكي عن المستوى العربي سيكون أبرز المتحدثين هو عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإلماء وأحمد بوزر رئيس شركة كوكاكول العالمية والأردني فادي غندور المسؤول بشركة أرامكس الدولية من أمريكا سيأتي جيفري أمليت رئيس شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بينما سيتحدث في المؤتمر أيضا الألماني جوكيسر رئيس شركة سيمانز ترجمة نانسي قنقر